أهلا بحضراتكم من جديد يمكن الحقيقة بعد ما خلصنا أخبار النادي الأهلي خلينا نتكلم عن الأخبار المحلية أبرز خبرين عندنا أنه فيه بطولتين عالم شغالين دلوقتي فيه بطولة الخماسي الحديث للشباب والحقيقة بتتلاقيه في بلتوانيا وعندنا بطولة العالم لرفع الأفقار اللي بتتلاقيه في المملكة العربية السعودية خلينا نشوف منتخباتنا عملت إيه وكان يعني أبرز النتائج الحقيقة هنروح للخماسي اللي بتتلاقيه في بلتوانيا مصر طبعا حصد الذهبية تتابع السيدات ببطولة العالم للشباب الخماسي الحديث في بلتوانيا توجد زوج المنتخب الوطني للشباب الخماسي الحديث المكون من ملك إسماعيل وفريدة أبو هاشم بالمديلية الذهبية في سباق تتابع السيدات في افتتاح بطولة العالم لشباب تحت 21 سنة اللي بتتلاقي في بلتوانيا في الفترة من 11 لحد 17 سبتمبر اللي احنا فيها وحقق الزوج المصر الذهب بعد حصولهم على 1103 نقطة بفارق مريحا أقرب حد ليهم وجيه في المركز الثاني الزوج المجري واللي جمع 1052 نقطة يعني تقريبا بفارق 49 نقطة أما المركز الثالث فكان من نصيب زوجي لتوانيا واللي فازه بالبرونز بعدما حققه 1011 نقطة قائمة منتخبنا في البطولة كان بتضم أربع لعيبة وهم محمد الجندي ومعتز زوائل ومازن طارق ومحمد حسام ومعهم أربع لعيبات وهم ملك إسماعيل وأميرة أنديل وفريدة أبو هاشم وزين عامل مصف البطولة اللي فاتت واللي كانت في بولندا السنة اللي فاتت حققت مدليتين وجوم واحدة دهب وواحدة فضة الدهب كان من نصيف فريق الشباب واللي كان مكون من محمد الجندي ومعتز وائل وعمر وائل وإدر محمد الجندي برضو نحاق فضية الفردي وبعدها على طول حضركم فاكرين جلنا طبعا وشرفنا في حلقة واحتفلنا به مع كابتن ياسر حفني وكابتن محمد عبد الرحمن عيسى وخليني أفكركم طبعا محمد الجندي أو الأخوان جندي يعني أحمد ومحمد يعني الاتنين أبطال من دهب ومصر بتعول عليهم بشكل كبير في تحقيق ميدالية أولمبية إن شاء الله في باريس عشرين واربعة وعشرين ده كانت أبرز النتائج منتخب الشباب في بطولة العالم اللي بتتلاعب دلوقتي في لتوانيا للخباس اللي بتتلاعب دلوقتي في لتوانيا للخباس